سلام عليكم وطلاب وبركاته بكم وحمل ويكو بلايك طبعا اسفة السحبة هي تقريبا تهرين عن محتوى القصص لكن تعرفون يعني صراحة محارف وكذا يعني امزح حمد وصدقوك المهم يا حلوين اسفة السحبة بإذن الله اني برجع قوة من قبل وبس والله لا تسلق شكرا في القناة وشاهدة ممتعة للجميع سلام عليكم اسمي علي وقصتي تبدأ لما كان عمري سبع سنوات وبمعنى الصح من اول فتحت عيوني على هذه الحياة وبريت تعرف على عائلتي كنت اعرف ان جدتي والهي ام ابوي ساحرة ومشعوذة وكنا كلين انا وعائلتي متعاشين مع هذا الوضع لان هي ما كانت تخفي عننا هذا الشيء بالعكس كانوا حتى زباينها والناس اللي ابغانا تسوي لهم عمل ومن هذه الاشياء يجون عندنا بالبيت بحكم ان بيتنا مكون من ثلاث طابق الطابق الاول عبارة عن صالة وغفر الضيوف وحمام ومطبخ والطابق الثاني كان اغلبه غرف النوم والطابق الثالث هو اللي كان الطابق المخصص لجدة بحيث اللي تسوي فيه اشتعوذ حقتها براحتها وكانت تمنعنا ان الروح او الاستكشف اللي فيه بهذا الطابق سواء انا او اي احد من افراد العائلة كانت تقول ان الشيء ذال مصلحتكم فبيوم الايام كنت انا بغرفتي العب ما مدعمتي الاسماء عبد الرحمن عبد الرحمن هذا لما كان عملي سبع سنوات كان عمر 12 سنة واحنا دائما كنا نتعودين ان نسمع صوات خشخشة من الطابق الثالث كنا احيانا نسمع صوات تكسير وصوات صراخو ما في اي صوت يمكن اختل على بالكم الا وسمعناه وكنا متعودين على هذا الشيف فسمعنا الاسوات هذي وما عطيناها اي اهمية وكملنا لعب لكن بعد كذا شايفنا جدتي نازل من الطابق الثالث ومرعوبة كهنها ما صدقت انها تطلع من الطابق وتنزل لما نزلت جدتي وكانت بهذا الشكل مرعوبة كنا انو عبد الرحمن ينظر ببعض اللي وش اللي صار جدتي من اول شي اعود اشبه خايفة اليوم التفت علي عبد الرحمن وقاللي علي يتفكر باللي يفكر فيه انا وقتها كنت طفل ما كنت مستعب اساسا هو ايش جاسي حاولي يوصلي لكن قلت له لا ايش اللي جاسي انت تفكر فيه قللي يشوف انا بغى طلع لطابق الثالث هذا وابغى استكشف وبغى اعرف ايش اللي فيه بالطابق هذا ليش جدتي تتمنعنا منه دائم ايش اللي فيه وايش الاصوات يسمعناها هذي قبل شوي وانا بحكم من صغير وقتها كان هو اكبر مني فكنت امشي معه بايشة يقوله سواء كنت انا اي يده او ما اي يده بلتقوله اذا انت بتطلع انا بطلع معك ما في مشكلة قال لي ايه وانا بطلع وفعلا قام عبد الرحمن من الغرفة اللي احنا كنا فيها وطلع للطابق الثالث وانا كنت الحقه وهو طالك ان يلتفت يمين ويسار اكثر من المرة بحيث ان يتأكد ان ما في اي حد راح ينتبه لنا وحنا طلعين من هذا الطابق بعد من انتبه وتأكد ان ما في اي حد راح ينتبه لنا وحنا طلعين جاي بغى يفتح الباب ان صدم ان الباب حق الطابق الثاف كان مفتوح على غير العادة كل مرة يكون مقفل بطريقة محكمة كمان المهم بدأ عبد الرحمن يدفل الباب شوي شوي وانا كنت ناظران تظر بس ان الباب ينفتح لما فتح عبد الرحمن الباب كاملا صدم عبد الرحمن وان صدمت انا ان الطابق الثاف عبارة عن كتب ولا شي غير الكتب مكتبها طويلة تنتج من عضو غرفة الى طولها وحنا منظر هذا ما جذبنا بكون ان الطفل الشيء الجذبنا الكتاب اللي كان مفتوح بالطاولة الموجودة بمنتصف الطابق مشينا أنا وعبد الرحمن عند هذا الكتاب اللي استغربنا منه على الرغم من أن الغرفة وقتها أو الطابق وقتها كان يعني الإضافة فيه خافتة إنه أن كلام موجود بهذا الكتاب كان جدا واضح كأنه كان فيه نور موجود إلا بحواف وزوايا هذا الكتاب بحيث أن تخلي أي حد يقرأ هذا الكتاب يقدر نقرأ بوضوح حتى ما وجود هذا العتمة والظلمة بهذا الطابق المهم كنا أنا وعبد الرحمن نتصفح كتاب مرة واثنين وثلاثة اللي لاحظنا أن الكتاب كما كان مكتب فيه كلام ومو فهم وخزعبلات أبدا مو فهمة إحنا بس نقلب بالصفحات ونقرأ أي شيء قدامنا حتى لو ما فهمنا بس كذا نقرأ ونقلب وإحنا نقلب انتهت الخزعبلات أو الكلام المو فهم هذا وظهر جزء ثاني من الكتاب وكان يحترع الرسوم وبس أنا بحكم أني طفل اللي شديت مرة لهذا الرسومات لأنها كانت مرسوم بطريقة غريبة وعشوائية وكان فيه منتصف كل رسمة زي المجسم وشيء هذا ما جذبني أنا وبس جذب عبد الرحمن كمان نحتى عبد الرحمن كان يعني يعتبر طفل وقتها كان عمر 12 سنة بس المهم وحنا نتصفح الكتاب بلنا ننتبه أصوات خشخش ولما نلتفت لإتجاه حق الصوت هذا ما نشوف أي شيء غير أن بلنا تصيه أشياء غريبة زي أن نور الطبق الثالث يطفي ويشتغل من نفسه بدون أي تدخلات بشرية فهنا جاتنا أمر ركب ونظرني عبد الرحمن وقتها وقال لي علي خلاص إحنا لازم ننزل وفعلا جينا مننزل لكن قبل ما ننزل بدون ما ينتبه عبد الرحمن أخذت أنا الكتاب اللي كان موجود بالطاولة وهذه وحطيته تحت تيشيرتي بعد ما طلعنا وقبل ما ننزل للطبق الثاني رجع عبد الرحمن باب نفس الوضعية اللي كان موجود فيها بحيث أن جدتي ما تشكل لأن لو بس شكل بنسبة 1% أن أي حتى تجده وطلع للطبق الثاني ممكن تصير أشياء ما يعرفها غير ربي وغير كل هذا على الرغم أنها جدتنا لأننا كنا نخاف منها كمان بحكم أنها ساحرة ومشاوذة المهم نزلنا للطبق الثاني ورجعنا لغرفة بعد ما رجعنا أنا صراحة عبد الرحمن أن ترى أنا قبل ما ننزل بالطاوق الثالث رأخذت الكتاب وتوقعت أن عبد الرحمن بها وشني أو بيزعل مني أكلمت وقعت أنه انبسط وانبسط مرة كمان وقال لي والله مرة كفى عليك كفيت اللي سويت لأن أنا أساسم كده بغاستكشف الكتاب أكثر لكن اللي كان مانعني هي الأصوات اللي كانت بالطاوق الثالث فكفيت إنك جبته المهم فتحنا كتاب مرة ثاني نصر الجزئية إحنا كنا نواطلين فيها ولا هي جزئية الرسوم وصرنا أي رسمة فيها زي الجسم بالنص إحنا كنا نروح لنأخذ العاب نحطها مكان الجسم هذا بحيث أن إيش قلنا لعلى وعسن زي ما جندت خارقة وسحر وزي ما يقول إنها تستطيع تسوي الأشياء اللي ما تتسوي ممكن أن يكون حتى هذا الكتاب خارق كنا نحط شخصيات كرتونية زي سبيدر مان سوبر مان الشخصيات الكرتونية هذي اللي يحبوها أي شخاص بعمرنا فكنا نحطهم عساس يتحوين أشخاص حقيقيين وبعد كده يسكرون أصحابنا ونسؤلف معهم هذا كان تفكيرنا ووقتها طبعا شي هذا ما صار قمنا أنا وعبد الرحمن نكتب نفس الرموز الموجودة بالكتاب لك على جدران الغرفة حقتنا ليش بدون سبب بس كده جاتنا ذيلة فكرة وقلنا نسويها وفعلا مرين نسوي هذا الشي وبدين نكتب الرموز على كل مكان في جدران الغرفة وفجأة وحنا نرسل ما ذلك اللي خطر على بال عبد الرحمن فرجع عبد الرحمن لنفس الكتاب وبدأ يقطع صفحاته أنا نضعت عبد الرحمن ومستغرب وقتها لأنت شا تسوي هذا الشي كنت أسأله عبد الرحمن لش تقطع الكتاب كان يقول ما ذري بس أنا أبغى قطع الكتاب وبس في شي من جو يبغى يقطع الكتاب المهم قام عبد الرحمن يقطع الكتاب وهو يقطع كان يضحك طريقة غريبة فجأة وانا نظر عبد الرحمن بدأت السعوبة ان هذه مو ملامح عبد الرحمن هذا مين فجأة بدون اي سابق ان ذات دخلت علينا جدتي فتحت جدتي الباب حق غرفتنا بدأت تناظر تناظر الجدرام تناظر عبد الرحمن كان مو قادر يوقف تقطيع الكتاب بعد الرغم انها مصدوم انها دخلت علينا الغرفة جدتي لما شافت الحالة هذه بلد تصارخ تقول ليه سويته كذا ما رح يقلونكم وفجأة تصارخ اغمع عليها لما اغمع جدتي احنا على طول وقتها نزلنا انا وعبد الرحمن ولقينا ابوي وعمي طلع ابوي وعمي وشافوا جدتي بهذا المنظر وقتها ما كان عارفين اش اللي صار او ليس صار كذا كلها مهم كان انهم يقضوا جدتي ودوها المستشفى ويلحقوا عليها لانها كانت كبيرة بالعمر كانت اساسا مريضة ودوها المستشفى وراحوا معاه بهالفترة انا عبد الرحمن على طول حاولنا قد ما نقدر لنمسح كل الرسومات اللي احنا سويناها بالجدران بحيث ان ايش بعد كذا لما تيش جدتي ما تشوف الرسومات هذه ما تعاقبنا وفعلا مسحنا اللي نقدر عليه اما بخصوص الكتاب فللاسف ان عبد الرحمن رماه المهم ايش اللي صار بالمستشفى بعد موضي جدتي للطوارئ جدتي هناك ساعتين على حسب كلام ابويه فخلاص ساعتين هذي قامت تتمتم كلام مم وفهم ورغم ان الجو كان جدا بارد لان جدتي كان تعرق بقوة كمان وبعد كذا فتحت عيونها والتفتت على ابوي وعمي وقالت لهم كلمة وحدة بس واللي هي كلكم رح تموتون وبعدها جدتي نظرت فوق بطريقة جدا مرعبة وماتت انا وعبد الرحمن وكل اللي بالبيت ما كنوا عافين اشي لصاب المستشفى وما عرفنا الا بعد ما جاء ابوي وعمي وصارحون بالحقيقة اللي صارت وهي ان جدتي توفت طبعا بالعادة اي عائلة لما يوصلها خبر وان فيه شخص او فرد منهم توفى الباقي كلهم يزعلون الا جدتي كلنا لما عرفنا انها ماتت انبسطنا لكن للاسف جدتي ماتت والاشياء اللي هي خلفتهم وراها ما ماتت بعد ما ماتت جدتي للاسف ان ما حضر اي شخص العزة حقها حرفيا ما حضر اي احد اللهم افراد العائلة وبس وحتى الفراد العائلة اللي من بعيد اللي كانوا جايين على اساس انهم يعزوا كان اول ما يدخلون البيت يضايقون ومره كمان كان اول ما يدخلون البيت يضايقون والوضع يصير كائب حسونهم كده مستعجلين كأنهم فيهم دولة بس يبغون يطلعونه بس حرفيا ما حجاشان يعزي الله وقاعد اقل من ربع ساعة وراح فاهلي كان يقولون طبيعي هذا الشيء بحكم انه ساحرة فاكيد انهم ما راح يجيون لعزة ساحرة بلناه احنا مسلمين وشيء اللي كانت تسويه حرام المهم هذاك اليوم قاعدنا نعبد الرحمن بالغرفة زعلانين وكان معانا اثنين من العيال عماني اللي هم تركي وخالد فخالد كان يحسبني انه تركي زعلانين على موت جدتي فكان يبغي يغير مودنا فهو يعرف اننا كننحب الععاب زي سبيدر مان سوبر مان ومن هذه الالعاب فقام خالد يلقط الععاب هذي ويعطينا هي هو كان يعطينا ان تفهم ان الالعاب هذي كان في وراء زي الطابع لانه احنا كننحطر الالعاب هذي فوق الرموز للعبارات حق الكتاب فقال خالد ايش اللي في وراء الالعاب هذي احنا لما استعبنا كلام خالد سحبنا الالعاب من يده وقلنا انه ولا شي كنا خافين انه لو يعرف ان الرموز هذي هي نفسها الرموز اللي تتسعملها جدتي بالسحر وبعد كده يعلم اهله واهله يعلمون اهله لمن تصفق فسحبنا الالعاب وروحنا نحطيناها تحت المخدة وبعد كده قال خالد دامكم رحتوا للسرية شراكم من النام والله تعبانوا بغنام فنمنا في هذيك الليلة قلت انا عبد الرحمن نحلم كوابيس لا تعد ولا تحصى صحيح انا من النوم وتفت على عبد الرحمن وللاحظت ان عبد الرحمن كان معرق مرة فانا التفت لاحظت ان تركي وخاد نايمين بطريقة عادية وشرحت لكم انا قبل شوي طريقة نوم عبد الرحمن لكن في شي غريب لاحظت كمان على حسب كلام علي اللي لاحظوا علي ان نفس اللعبة اللي هو كان حاطة تحت المخدة حقته كانت تتحرك كأنها شخص حقيقي وهي تتحرك كانت عيون اللب على علي المهم علي كان مصدوم ويرجف فمن كان جنبه خالد فكان علي يرفز خالد يبغى يقوم يشوف المنظر هذا اللي هو جالس يشوفه لانه هو وخالد كانوا نامين بسرير عبد الرحمن بتركي بسرير صحي خالد اخيرا من اول ما صحي خالد اللعبة فجأة طاحت وبعدها نظرني خالد وشاف اني مرعوب ووجه يصفر من الخوف قام خالد يقرأ علي القرآن والحمد لله بعد وقت طويل قدرتني انام كل مرة اجي انام فيها تجيني كوابيس واقوم وانا خاي فبيوم الايام ما قدرتني نتحمل وضع اللي انا فيها كثيرا من كذا ورحت لوحدة من عماتي اللي اسمها ورود وشرحت لها كل شي من اليوم اللي دخلت فيه للطابق الثالث للحظة الجاس اكلمها فيها فخالتي كانها بدت سعب الشي الجاس يصير معاي وقالت لي وان اللي اللعبة او الالعاب اللي انتو حطيتوها بالكتاب لما اخذتوهم من الطابق الثالث انا لما قلت لي كذا كنا احد صفقني كف تذكرتوا شو الموقف يصار لي بيني وبين هذيك اللعبة وتبادل نظارات هذاك وجيتني رشفة تلقائية لما عمتي شافتني كذا قلت لي لا تخاف انا راح اخلصك من اللعبة هذه للأبد مو بس انت حتى اللعبة اللي مع عبد الرحمن فلما قالت لي كذا انا مبسطت الصراحة وصارحت هنالعاب الى الان بنفس مكان تحت المخدات حقتي وحقت عبد الرحمن طبعا انا وعبد الرحمن بعد هذيك الليلة ما صرنا ننام سراير صرنا ننام كل واحد مننا عند اهله المهم راحت عمتي ورود عند سريري انا وعبد الرحمن شاهدت الالعاب اللي تحت المخدات ويش سوت حرقتهم هذا اكبر غلط ممكن عمتي ورود تسويه ليش لان من قلال سوته هذا عمتي ورود ماتت ماتت ليش ان حقت هذي الالعاب كانت ملبوسة بالجن المهم زي ما قلت لكم ان عمتي ورود ماتت وكان مكتوب سبب الوفاء هو الفشل الكلوي بحكم ان عمتي كانت عايشة بكلية وحدة والكلية الثانية معطلة لكن لما شفنا جثمانها بهذاك اليوم كان مرعب انا عمتي ورود هذي كانت مرة بيضة وكانت احلى وحدة من بين عماتي كلهم لدرجة ان كان يسموها سنو وايت حرفيا بشرتها صافية وبيضة زي الثلج ويوم وفاتها لما شفتنا جثمانها كانت سودة هل اللي بيتوفى من فشل الكلوي بيكون جاك لكذا وقت الموت اكيد لا المهم بعدها كحل الاخير رحت حبدا امي وصارحتها بكل شي حرفيا وانا ابكي كنت منهار عندها قلت لها كل شي حرفيا فامي فهمت كل شي وعلمت ابوي وابوي اخذني انا عبد الرحمن الى شيخ والشيخ خاذة بدى يقرأ علينا طبعا عبد الرحمن كان ينظر الشيخ بنظرات كلها غضب حقد وما كان يجواب على اي سؤال يسأله الشيخ انا لما شفت عبد الرحمن بهذه الطريقة لفيل على الشيخ بيتا قولي الاشياء لانا ما تذكرها اشكال بعض الرموز بعض الكريمات فوانا سوي كذا عبد الرحمن يحاول ان يسكتني باي طريقة في البداية كان يحاول طريقة غير مباشرة عن طريقة ان يرفسني بدون ما ينتبه الشيخ او تنتبه امي بعد كذا لما شافني لسه مصر على الكلام قام قدام الشيخ وامي يحط يده على فمي عشان اسكت هذه مو حركة عبد الرحمن فالشيخ وقتها عرف ان اكثر شيخ متضرر من بيني انا عبد الرحمن من بعد الموقف اللي هو عبد الرحمن المهم واخيرا بعد ما قرأ الشيخ على عبد الرحمن عبد الرحمن صحة من اللي كان فيه هو المهم بعد الشيخ اعطانا مويا مقروع عليها طبعا انا عبد الرحمن فبعدها رجعنا للبيت والحمد لله بلد الاعراض هذي مثل الاحلام او الكوابيس هذي بلد تخف عنا والحمد لله بذل اللي فينا يختفي وبس والله هذي قصة علي وابد الرحمن اذا عددتكم من قصة لا تسللاك شوفوا القناة نبغان نوصل هذي القصة اكثر عدد من اللايكات نبغان نوصل لالفين لايك واكتبوا تلقات كثيرة وبس والله يعني احبكم مرة الله يسعدكم وبس والله مع السلامة